وقع رئيس الروسي فلاديمر بوتين قانون انضمام القرم ومدينة سيفاستوبولا إلى روسيا عقب مصادقة مجلس الاتحاد الروسي على ذلك بالإجمع في حفل حضره رؤساء مجلسي البرلمان الروسي قال بوتين لدينا الكثير من العمل في المستقبل فيما يتعلق بضم القرم ودمجها في النظام القانوني لروسيا الاتحادية وإلى الاقتصاد الروسي والنظام الاجتماعي القانون سيطبق بشكل كامل بعد فترة انتقالية تمهيدية تنتهي في الأول من يناير المقبل هذا ويصف سكان شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول في طوابير طويلة منذ يوم الخميس للزبدال جوازات سفرهم الأوكرانية بأخرى روسيا مواطنة من سيفاستوبول تقول أن الأمور ستصبح أفضل على الأقل من حيث مستوى المعيشة فهو أعلى بكثير في روسيا عن ما هو في أوكرانيا خاصة الرواتب والحوافز إنه مستقبلنا مستقبل الشباب هناك الكثير منهم من يؤيد انضمام القرم إلى روسيا جميعنا هنا صوت بالإجماع على الاستفتاء وتقول الأخرى نحن في روسيا نحمل الجنسية الروسية الآن ما الذي نحتاجه من جواز سفر الأوكراني سنستبدله بكل سرور إن أطفال سيحصلون على جوازات سفر أيضا يشار إلى أن أوكرانيا والعديد من الدول حول العالم ترفض الاعتراف بهذا الانضمام محمد